اشتركوا في القناة في الصفحة الخاصة على الموقع اليوتيوب وفي الصفحات على الموقع الفيسبوك وفي المجموعة على مؤتمر الجزائر تحياتي لكم جميعا حبيت باش نتقدم بهذا النداء وهو عبارة عن استشارة نشاوره مع بعضنا البعض على جل باش نقدمو خدمة لبلاد لا شكوا أنكم تتعلموا للأوضاع اللي عيشتها البلاد على كل المستويات سواء ما تعلق الأمر بالتربية سواء ما تعلق الأمر بالتعليم أو في المجال تعلق الصحة رقم تشوفوا الحالة عن المستشفيات سواء تعلق الأمر بالقدرة الشرائية عن المواطن رقم تشوفوا الأسعار كيف ملتهبة رقم تشوفوا في الطرقات رقم تشوفوا في الظلم في الحقرة والتهميش والتعدي على الحرومات وعلى الممتلكات وما يخفلكمش الوضع كيف شراه في البلاد لا شك في المقابل هو أنكم خايفين على الجزائر خايفين على الاستقرار تاعها ما كمش حابين هو أنها تعاد تلك الفتنة اللي عاشتها البلاد في الفترة التسعينات والألفينات والأشك هو أنكم ما كمش حابين هو أنه تعود هذه التجارب اللي عاشها الجزائري والجزائرية يعني سواء من خلال الثورة التي تحت حرير أو ما بعد الثورة يعني الانقسامات اللي عرفتها الجزائر والصراعات اللي كانت موجودة واللي ما زالت اليوم ما زال ما تعلجش ما كمش حابين هو أنه تعود تفتح تلك الجراح بالتالي حابين هو أنه تكون الجزائر آمينة مستقرة لكن هذا النظام هو رأي يستغل في الأوضاع هذه ويحاول يوظف فيها لأنه هو اللي رأي يمتلك الإعلام ويمتلك السلطات ويمتلك المال ويعرف كيفش يحرك هذه الملفات في الأوقات المعينة وكثير منكم رأي ورايح ضاحية نتاع جهل بهذه الحيثيات وأيضا نتيجة نتاع جهل بمثل هذه الأمور اللي رأي يتلعب بها النظام يعني بمعنى الناس اللي ممش عارفين هذه المسائل وممش عارفين النظام كيفش رأيه يوظف فيها يطيعه في الفخ نتاع النظام ويصيره هو أنه يخيرك أنت بين خيارين وتولي أنت تختار الأخف وهما هذا الشيء اللي يحاوسوا عليه وما يحاوسوا هذا الناس يبقوا مستمرين في هذا النظام هما والحاشي ينتاحم والناس المستفيدين من هذا الريع وفيما بعد يبقوا يخوفوا في الشعب ويبقوا يستغلوا في هذه الملفات طارة باسم الثورة وطارة باسم الإرهاب وطارة باسم الكذا وباسم الكذا وباسم الوضع الإقليمي وكذا ويبقوا هما مستمرين أيضا ما يخفلكمش من أنه فيه ناس رأهم يستغلوا أيضا في هذا الوضع وماذا بهم باش تتخلط في البلاد بل منهم اللي يراه يعمل لها ويحوسوا هو أنه كي الناس اللي رأهم محباطين وكي الناس اللي رأهم هما غزبانين على هذا الظلم اللي رأه هو موجود في البلاد وهذا الرشوة وهذا الفساد وهذا الظلم وهذا وكذا هذا الناس هما يجيوا من هذك الباب هذك ويحاولوا يوضفوه من أجل علاجة باش يدفعوا علاجة باش يلقو الفرصة باش يفرضوا الأمر الواقع للناس ويحاولوا على بش يفصلوا المنطقة نتاع القبائل في المقابل فيه ناس في المنطقة نتاع الجنوب تحديدا في غردايا كي الناس اللي منهم ما مش كامل وإنما كي الناس اللي أيضا هما راهم يشوفوا في رواحة من أنهم وراهم مظلومين وراهم محقورين وراهم يتدع لهم مرة مرة الهوية نتهم إلى غير ذلك وينسقوا مع هذ الجماعة على جلب شهما قال باللي هذ القضية راها ميش غير في المنطقة نتاع القبائل وإنما راها فيها فيه في منطق وحد خرع ونفتح هنا قوس لأنه كين بعض الإخوة ربما ما مش فاهمين هذه المسألة راهم فاهمينها بل كيمة ولو لعب ذر والله لا مسألة هذه راها تنقش على مستويات عليا ومش غير في الجزائر راهم الآن حدث شرخ في المنطقة نتاع ليبيا من خلال هذه الحرب الدائرة راهم قاعدين يدفعوا في مناطق باش يرحلوها من خلال هذك الضرب اللي راهم موجود والحرب وكذا باش يستبدلوا هذه المناطق ويفرضوا أمر واقع وفيما بعد تشوفوا في نفس الأعلام في المغرب في الجزائر في تونس في ليبيا وقال راها كين هوية أخرى هذا الأمر هو نفسه راهم موجود في تركيا موجود في سوريا وموجود في العراق وحبين يفرضوا هذا الواقع ويديروا الدولة واحدة أخرى وهذا الأمر كله متعلق بالقاضية هذه نتاع الشرق الأوسط وتعرفوا باللي فيها مخطط نتاع الشرق الأوسط الكبير اللي داخل فيها المنطقة نتاع المغرب هما يسميوها شامل إفريقيا دخلين معها مصر إذن هذه المسألة لازمكم تعرفوها كين الناس راهم يستغلوا في الفرصة هذه كين منهم اللي راهم يخدم فيها مقتنع بها باللي تقوم دولا وكين اللي راهم هو طيح فيها بلا معل باله وركم تعرفوا باللي شاب الجزائري الآن من خلال هذه النتائج تاع الانتخابات الشرقية راهم أعلن صراحة القاطعة تاعه مع النظام بدليل هو أنه الأغلبية الساحقة قاطعة الانتخابات الشرقية سواء الناس اللي مراحوش نهائين أو الناس اللي راهم وداروا ورقة بيضة وكين منهم اللي راهم محتومين يخدموا في الأسلك تاع الدولة سواء في الجيش ولا في الشرطة ولا في الأمن ولا في الجمارك ولا في تاع الحماية المدنية أو الناس اللي يخدموا في شركة تاع التأمين في التعليم مراحو تحتموا إذن هناك قاطعة فيه ناس حابين يفرضوا سياساً تاع الأمر الواقع هذا الناس اللي راهم في السلطة وراه كين فيه تنسيق من خلال بعض الأحزاب كين اللي وعدوهم على جلبة يكونوا في الحكومة كين اللي وعدوهم حتى بشعطوهم الحكومة ويحوسوا هو أنه يسيروا هذه المرحلة وبطبيعة الحال مخوفين هم وكذا على جلبة شوما تستمر هذه الأوضاء ويبقاوهما في المقابل الناس حابين يستغلوهما هذا الإحباط على جلبة شوما يفرضوا هذا الأمر الواقع من جهة واحدة أخرى ثم بعد كين يقولوا منين ما تمسها تحرك ناس حابين يقعدوا في السلطة بأي ثمن وناس حابين يوصلوا لها بأي ثمن وناس حابين يستغلوا هذه الأوضاع على جلبة شوما يديروا الدولة في المنطقة لذلك الإخوة والأخوات على جلبة شوما نفوتوا عليهم هذه الفرصة ارتائت بعد التفكير عميق في هذه المسألة هو أنه نطرح لكم هذه الأفكار وماذا بيها على جلبة الإخوة والأخوات اللي يهمهم هذا الأمر هو أنه نتواصلوا مع بعضنا البعض على جلبة شوما نطرحوا بديل هذا الناس اللي رأيهم في السلطة بش فيت هنا وهذا الناس اللي رأيهم يسعوا لها بش فيتنا فيتنا بعلم فيتنا بتجارب فيتنا بذكاء فيتنا بفهمة بش فيتنا إذن نطرحوا مشروع بديل هذا المشروع نتاع المصالحة اللي يحفظ أولا الوحدة نتاع البلاد من التمزق المصالحة لتقبل ناس كل تستوعب الناس كل وهذا المشروع يتم من الإثراء انتاعه يتم من الإثراء انتاعه ونقدموه كمشروع انتاع مجتمع بحيث هو أنه كما قلت في وقت سابق هو أننا نعمل على جلبة شنوصله المؤتمر في الداخل وفي الخارج نراه نوع للشبيبة نراه نوع للطاقات نراه نوع للكفاءات نراه نوع للناس اللي يتم التهميش انتاعهم واللي رأهم موجودين في الخارج واللي رأهم موجودين في الداخل نراه نوع القدرات ونعملوا مع بعضنا البعض على جلبة نديروا هذا المشروع البديل تتناقش حول الناس في هذا المؤتمر نحن نديروا الآن الخطوات العريضة نتناقشه وفيما بعد من خلال هذا النقاش لما يعقد المؤتمر فيما بعد يكون هناك نقاش حول حكومة نتع وحدة وطنية اللي تحذر للانتخابات الرئاسية وتحذر الدستور جديد وتحذر المرحلة جديدة ونقترح كيف ما قلت في تسجيلات سابقة هو انه يتم تجميد العمل الحزبي مش العمل السياسي تجميد العمل الحزبي لمدة انتع خمس سنوات انتع عشر سنوات على جلبة تستقر البلاد ونلتوا بالمشروع انتع التنمية في البلاد فيما بعد ان شاء الله لما تتاح الفرصة لهذه الكفاءات وهذه الطاقات المجمدة فيما بعد تشوفوا العجب العجب في البلاد اذا الاخوة الشباب اللي راكم تتبعوا فيها سواء في موقع انتع الفيسبوك من خلال الصفحة انتع المصالحة الجزائرية او من خلال الموقع انتع اليوتيوب او من خلال المواقع اللي راها راحت تنقل الرابط انتع التسجيل تاي نتواصله مع بعضنا البعض من خلال الصفحة انتع المصالحة الجزائرية على الخاص من خلال الصفحة انتع مجموعة الجزائر ومن خلال الصفحات الخاصة نتاعي نردن خبابة تتصلوا بيها ونتواصلوا مع بعضنا البعض ونحاولوا هو أن نديروا لقاءات وإن شاء الله لما لا نوصلوا النتيجة رعني ننتظر في التعليقات نتاعكم ننتظر في الملاحظات نتاعكم في الاقتراحات نتاعكم وإن شاء الله نتواصلوا مع بعض تحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة